أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوري أهمية دور اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة السياسة ملكية الدولة التي تم تشكيلها بتوجههم من الرئيس عبدالفتح السيسي بهدف متبعته تنفيذ وثيقة السياسة ملكية الدولة للأصول كأحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول لللجنة العليا لتنفيذ وثيقة السياسة ملكية الدولة حيث جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها أو ستتخارج من كافة القطاعات وإنما تستهدف تحديد دور الدولة